اهلا بكم معي في وصفة جديدة النهاردة بقى وصفتي سهلة وسريعة وقت كده الازمات لو انت كده مشغولة عندك مشوار جاي من بره عايز تعملي غدوة بسرعة كده وتكون حلوة وجميلة اعملي بقى تواجن الماكرونة هنعملها زي محلات الكشري بالزبط بجد تحفة جدا ومش هتاخد منك اي وقت خالص وجبتي هنا كده التواجن اللي ستلز دي بتتباع عند اي حد عشان كده هنعيش كده زي محلات الكشري وتقدري انت تعمليها بقى بلحمة المفرومة او بالفراخ او السجوء او الكبدة زي ما بتتباع بالزبط طبعا التواجن الواحد بيتباع بره بحوالي عشرين جنيه وفي البيت مش هيكلفك اي حاجة خالص واكلة سهلة وسريعة زي ما قلتلك في وقت الازمات تقدري تعمليها حلو جدا بجد تحفة يلا بقى نبتدي نشوف هنعمل ايه هنا بقى معي كده الفراخ او اللحمة المفرومة انا هعمل واحد بالفراخ واحد باللحمة مفرومة وهنا بقى معي صالصة حوتي شوية ملح وفلفل وشوية بهارات على الصالصة وكده بقى وجهزين معي ازاي بقى كده هنحط في في الأرضية كده بتاعت التاجن بتاعنا آه نوع اللحوم اللي انت اللي انت جاهزتيه ذا كان هنا هعمل واحد بالفراخ وهعمل اتنين باللحمة مفرومة. وزي ما قلت لك انت تقدري تعمليه باي نوع من اللحوم زي ما انت عايزة. بجد طريقته سهلة قوي وحلو. وبيتباع بره بجد غالي في البيت مش هيكلفك اي حاجة. كده حطيت في الارضية بتاعته اللحمة المفرومة. وهنجيب بقى المكرونة الالم. آآ وهي بتكون مش مسلوقة. يعني بنجيب المكرونة من من العلبة على طول كده. بنحطها في لان انت لو سلقتيها هتتهري وهتعجن معك في الفرن. لكن وهي نية هتستوي بقى مع السلسة وتبقى تمام. آآ كده بقى المكرونة بنملاش المكرونة على الاخر خالص. بنخلي مكان كده لها لما بتستوي وزعنا عليها بقى كده السلسة. وبنزودها كده بمية بحيس ان هي تستوي معنا في الفرن. ومبتاخدش بجد نص ساعة نص ساعة بالزبط او اقل. بتطلعها بتكون جاهزة معيكي طبعا بجد تحفة ورحتة حلوة. وسهلة جدا المكرونة نقية حتى ما ما خد يعني ما سلقناش المكرونة ولا اي حاجة. واحطوهم بقى في الفرن وبكده هيبقوا جاهزين معي بجد وصفة سهلة وسريعة. بجد تنفع في وقت الازمات. لو عجبتك بقى يا ريت ما تنسيش بقى الشير واللايك وتعمليلي فولو على الفيسبوك عشان شوفي كل فيديوهاتي الجديدة. ولو انتي بتشوفيني على الفيسبوك كاريت تعمليلي اشتراك على اليوتيوب عشان شوفي كل فيديوهاتي. بحبكم في الله وشكرا للمشاهدة. اشوفكوا في قصفة جديدة ان شاء الله ومع السلامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.